اهلا بكم في النشرة الاقتصادية اعلنت الحكومة انها ملتزمة بخطتها لرفع تعرفة الكهرباء الذي سيتم بعد شهر رمضان وقال وزير الطاقة والثر المعدنية المهندس مالك الكباريتي ان التطبيق سيكون على جميع القطاعات المشمولة في السيناريو الذي اعلنت عنه الحكومة وبنسب تتراوح بين 0 الى 15% وان المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكم عن 600 كيلوات ساعة شهريا او ما يعادل 50 دينار لن يشملهم رفع اسعار الكهرباء وبالنظر هنا الى الرسم البياني الذي يوضح الخسائر المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية الناجم عن الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء من العام 2013 الى 2017 طبعا هذا في حال لم يتم رفع اسعار الكهرباء نرى بان الخسائر في العام 2013 سوف تكون مرة اخرى سوف نعرض هذا الرسم البياني ولكن هذه الخسائر قد تصل في العام 2017 الى ما يصل 7 مليار و 400 مليون دينار على اي حال ننتقل الى خبر اخر ولكن هذه الارقام مرة اخرى معنا على الشاشة اذا في العام 2013 3 مليار و 400 مليون دينار ترتفع هذه الخسائر في العام 2014 لتصل الى 4 مليارات و 700 مليون نصل هنا للعام 2017 وكما ذكرت تصل هذه الخسائر في حال مرة اخرى الحكومة لم ترفع اسعار الكهرباء هذا هو السيناريو المتوقع للخسائر قد تصل الخسائر في العام 2017 الى 7 مليار و 470 مليون دينار طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتومين عطاء لتأهيل شركات لمعاينة مستوردات الوزارة من الحبوب والاعلاف وسيتم فتح عروض العطاء يوم الاثنين الخامس عشر من شهر تموز الحالي واشترطت الوزارة احذار الوثائق عند التقديم للعطاء صورة عن رخصة المهن سرية المفعول صورة عن السجل التجاري وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة عقد اليوم اجتماع طارئ في غرفة صناعة الاردن لقطاع الصناعة الكيموية ومستحضرات التجميل لمتابعة القضايا التي تراوح مكانها بسبب تجاهل الحكومة والوزارات المعنية في الاستجابة لمطالب الصناعيين المشروعة في القطاع وطالب الصناعيون الحكومة بالامتناء عن اتخاذ اي اجراءات سلبية بحق القطاع الصناعي وتلبية مطالبهم المتمثلة بإلغاء قرار الحكومة بفرض ضريبة خاصة على منتجات التجميل وتعديل قرار مجلس النواب باستثناء صناعة الاسمدة من اعفاء ضريبة الدخل عليها بالاضافة الى ايجاد حل جذري لمشكلة التمويل للقطاع هذا الاجتماع جاء لمتابعة مطالب الصناعيين من الحكومة التي ادت الى تعطيل العديد من الصناعات والحاق ضرر كبير يهدد باستمرار بعضها ومن هذه القضايا الملحة هي فرض ضريبة خاصة على مستحضرات تجميل بواقع 25% بدون التشاور مع القطاع الصناعي واستثناء مصانع الاسمدة الصغيرة والمتوسطة من الاعفاء على الصادرات اسع وباقي الصناعات وقرار وزير العمل التعسفي بوقف العمال للصناعة الاردنية الذي ادى الى وقف خطوط الانتاج والحاق ضرر كبير بالمصانع بالاضافة الى الاجراءات الحكومية بالغاء او تعطيل اعفاء واردات الصناعة الى فرض ضريبة المبيعات عند الاستيراد للمصانع وهذا ادى الى تآكل السيولة واضعاف قدرة المصانع الاردنية على العمل نحن نطالب وجود سياسة وطنية شاملة للقطاع الصناعي اللي بيقوم بدور اساسي بالاقتصاد وهو الذي يشكل الرافع على اي تنمية اقتصادية مستهدفة نحن نشعر ان الحكومة لا تقوم بتطبيق مبدأ الشراك اللي بتحكي فيه وتأخذ القرارات دون اي اعتبار لمصالح الصناعيين وهذا يؤدي الى تقويض البيئة الاستثمارية في الاردن والى هجرة الصناعيين بدل استقطاب استثمارات جديدة ما تزال اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في محافظات الجنوب الاربعة الكريك الطفيلة معان والعقبة واسواق الاغوار الوسطى متوقفة عن تقديم الخدمة بسبب اضراب العاملين فيها وقال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر عيرات ان هذه المناطق التي توقفت عن البيع هي في امس الحاجة لخدمات المؤسسة حيث انها تمثل 54% من اسواق المؤسسة الموجودة في المناطق الاقل حظا داعيا الموظفين الى تغليب لغة العقل والحوار بدلا من تغليب لغة الاعتصام وكذلك تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومراعاة احتياجات المواطنين من المؤسسة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ارتفع مجموعة الحاصلات الجمركية المتحققة خلال نصف الاول من العام الحالي في جمرك عمان والمستوضعات العامة 34 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث سجلت الحاصلات الضريبية خلال النصف الاول من هذا العام ما مجموعه 245 مليون دينار مقارنة مع 211 مليون دينار خلال فترة نفسها من العام الماضي أما بالنسبة لمجموع الغرامات الجمركية المستوفى من قضايا المخالفات الجمركية فقد بلغت حوالي 141 مليون دينار خلال نصف الأول من هذا العام مقارنة مع 139 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغ عدد البيانات الجمركية المنظمة حوالي 67358 بيان جمركي بمختلف أوضعها الجمركية للشهر الخامس على التوالي ارتفعت حركة المسافرين والطائرات في مطار الملكة علياء الدولي خلال شهر أيار الماضي وارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 11.52% خلال شهر أيار لتصل إلى 534.898 مسافر مقارنة مع 479.656 مسافر خلال شهر أيار من العام الماضي في حين ارتفعت أعداد المسافرين السنوية بنسبة 5.8% ليصل عدد المسافرين إلى 2.543.981 مسافر مقارنة مع 2.4300.800 مسافر العام الماضي كذلك شهدت حركة الطائرات ارتفاعا مشابها خلال شهر أيار من هذا العام محققة نموا بنسبة 2.8% كما زادت حركة الطائرات السنوية بنسبة 2.27% تراجع مؤشر الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 1% تقريبا ليغلق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1966 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق 1986 نقطة ويلاحظ أن جميع القطاعات قد سجلت تراجعا خلال الأسبوع الماضي ابتداء بالقطاع المالي والصناعي والخدمات وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال فترة خلال الأسبوع الماضي حوالي 8.200.000 دينار مقارنة مع 16.600.000 دينار للأسبوع الذي سبقه يعني بنسبة انخفاض وصلت إلى 50% وقد بلغ حجم التداول الإجمالي هذا الأسبوع حوالي 41.100.000 دينار ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 166 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد تبين بأن 43 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها يعني من نسبته 26% بينما انخفضت أسعار أسهم 93 شركة وهذا النسبته كانت 56% واستقر الباقي وهو بنسبة 18% وبلغ أيضا الأسهم المتداول خلال هذا الأسبوع في البورصة 39.200.000 سهم نفذت من خلال 16.826 عقد ومع أداء بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نقوم قد وصلنا لنهاية النشر الاقتصادية وعودة إلى لنا من جديد اشتركوا في القناة